يختتم معرض شرق الأوسط للساعات والمجوهرات فعالياته اليوم في مركز إكسبو الشريقة بعد أن حقق نمواً كبيراً في عدد المشاركين ووسط توقعات بتجاوز عدد زوار حاجز 60 ألف زائر وسط مشاركة أكثر من 500 ألف شركة وعلامة تجارية وطنية وعالمية من 20 دولة اختتم معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات فعاليات دورته السادسات والأربعين التي أقيمت على مدار خمسة أيام وبحسب إكسبو الشارقة فقد شهدت النسخة الحالية من المعرض نمواً في عدد المشاركين بنسبة 9% الإقبال كان ممتاز، لا نستطيع أن نقول أنه عالي جداً ولا نقول آخر لكن كان الإقبال بالنسبة للمحنة فوق الممتاز وبالنسبة للقوة الشرائية بعدها لا باس ممتازة وهذا اللي عندنا نقدر نقوله وطبعاً الموجود المعرض اللي عاملين فيه كميات كبيرة من الدزاينات القديدة بما فيهم أكبر مرتعشة في العالم وشهد المعرض في نسخته الحالية العديد من التحسينات الجمالية والخدمية اللافتة في وقت أكد المشاركون في المعرض الذي ينظمه مركز إكسبو شارق مرتين سنوياً أنه الحدث الأهم من نوعه على مستوى المنطقة ويحظى بالأولوية لديهم كأفضل منصة للكشف عن أحدث مشغولاتهم وتصاميمهم والترويج لعلاماتهم التجارية خاصة وأن المعرض استقطب ما يتجاوز الستين ألف زائر مقارنة بسبعة وخمسين ألفاً استقطبهم العام الماضي وسط أعمال بتجاوز سقف المائة ألف في النسخة الخمسين نحن طبعاً بالمعرض نستغل اللقاء ما بين التاجر بي تو بي و بي تو سي كمان فهي بتكون فرصة كتير حلوة لواحد يعرض منتجاته ويكون الأسعار مميزة والأصناف الجديدة اللي عم نزله يفاجئنا معرض الشرق الأوسط للساعات كل سنة في تنظيم جديد إضافة لمسات فنية ممتازة من ضمنها الدعايات الإعلان معرض الساعات والمجوهرات يعتبر من أهم المعارض التي يقودها مركز إكسبو الشارقة ويحرص على تطوير فعالياته بشكل دائم بهدف دعم جهود إمارة الشارقة الرامية إلى تعزيز سمعتها كمركز اقتصادي في ظل ما تشهده الإمارة من مشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة إكسبو الشارقة يسعى للارتقاء بسمعة المعرض كأحد وأهم المعارض المتخصصة في بيع وتجارة تصميم المجوهرات يخبار الدار المجل السويدي من إكسبو الشارقة